السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني اهو في اول في كونكريت سري في البداية كده انا حابب بس اتكلم ان شاء الله يعني هيكون معنا باسن الله اربع مواد ده كلام اساسي باسن الله هيكون معنا اربع مواد هنعملهم الترمدة كونكريت سري فونديشن تو هايوي ستيل تو كلام ده كله ان شاء الله هنقوم بتسجيله ورفعه في يعني دايما كل اسبوع هيكون في الفيديو بتاعه ويكون في الماتيريال بتاعته موجودة ايه على على القناة بتاعتنا على اليوتيوب وعلى السايت باسن الله طيب اه اه حابين بس تلعمل موضوع الكبر وان شاء الله هيكبر كمان عن اربع مواد وهو بس الاربع دول الاساسيين دلوقتي معنا ان شاء الله هنحاول يكون اكتر من كده ونحاول نوصل اكبر افادة للطلاب زمان اه فطلع الموضوع يعني بدأ يكبر كده فاحنا بس محتاجين يعني حبة نظام عشان خاطر يعني احنا مش هيكون معنا ناس كويسين جدا متفوقين من الاوائل اصلا فاحنا حابين مش حابين نضيع وقت الناس دي وبرضو حابين الموضوع يكون منظم فياريت اي حد عنده اي تعليق او اي سؤال ياريت يبقى يكتبه في كومنت على الفيديو اه علشان الناس اه يعني الناس تستفيد كلها بتعرف اجابة السؤال اللي كان موجود وكمان الراجل ايه يعني وقته ما يداش ويقدر يركز في بقية الشغل اللي هيكمله انا مش بتكلم عن نفسي اه ولو كمان الكلام ده يعني ده الصح المفروض يحصل عشان خاطر ايه اكبر افادة للناس كلها ويكونش فيها ايه تضيع وقت انا بكلمه عشان خاطر الناس التانية اللي يكون معنا باذن الله اه طيب دلوقتي احنا هنبتدي في كونكريت سري كان اول توتوريال اه الحمدلله الاول باشوانة السلام رجع وهيكمل معانا هو وهيكمل معانا بكوزات وان شاء الله الايه التوتوريال الجاي اول كوز فعايزين ايه نركز كده بقى في الفيديو ده ونشوف ايه اللي حصل في اول توتوريال عشان خاطر ايه نكون جاهزين من الكوز باذن الله طيب دلوقتي ايه اللي حصل ابتدينا الاول اتكلمنا عن الكونتنت بتاع المنهج عندنا كان ايه هو الكونتنت بتاعنا ان احنا الاول عندنا اول حاجة الهولز الهولز دي شاملة فريمز شاملة ارشت جيردر شاملة جيردر كمان شاملة الارشت لاب التراس والفرنديل والسوتوس سلاب اه وكمان البريسترزد جزء اللي هو البريسترزد والايه والتانكس الاليفيت التانكس والريكتانجلر والسيركلر الريكتانجلر تانكس غالبا هيدي اللي هناخدها السيركلر لا الاوليستيد والايه والاندر جراون تانكس يعني اللي هو تحت الارض والايه والحاجات اللي فوق عادي. والسيرفس زي الدوم والايه والكون. الكلام ده كله ده يعني المحتوى بشكل عام. ايه هو اللي هندرسه? اكيد مش هيكون كل ده. ده او ممكن ناخد فكرة عن كل ده انما اللي هيجي في الامتحان حاجات معينة منه مش كل ده. يعني ما نتخضوش احنا مجرد حتى لو خدنا كل ده مش هيجي في الامتحان كل ده. الموضوع هيكون ايه ابسط من كده في الامتحان. انما هو المفروض ان احنا المفروض ان احنا ناخد فكرة عن الكلام ده كله وايه وحاجات معينة هنركز عليها بازن الله ماشي ايه هي الهولز اه بشكل عام كده هو يعني بتكون الصلاة الصلاة دي بتكون ايه بتكون عايز سبان كبير الصلاة او القاعات يعني بتاع الافراح او الكلام ده تكون عايز سبان كبير من غير اي عواميد في النص ودي اه كانت المسألة بتدينا ايه مسألة بالمنظر ده طبعا ما حلناهاش في اول مجرد ايه ابتدينا نبص كده على بس مساحة الارض وبتدينا ايه نشوف ايه النظام اللي المفروض يتحط للارض ده الارض دي طيب ايه ايه هي الانظمة بقى اللي انت ممكن بيها تغطي مساحة زي دي من الارض من غير ما تحط اي عمود في النص بحيث ما تعقش ايه الحركة في القاعة يعني لو لو قاعد افراح او لو لو مسجد كبير او لو اي حاجة او لو صالت العب رياضية او اي حاجة من الكلام ده طبعا انت مش تكون محتاج اي عمود في النص عشان خاطر طبعا الحركة تكون ايه كويسة وما ما حصلش اي ايه اي عطلة في النص طيب زي ايه زي ايه بقى الانظمة دي عندك ان انت تعمل جردر ايه يا جردر بيه معادية خالص بس ديفسي بتاعها كبير شوية فبتسمى ايه بتسمى جردر وهناخد ان شاء الله الدزاين بتاعها وكده طيب ايه جردر عندك فريم عندك ايه القرشد سلاب اللي هو القرشد جردر قصد وبيتحاط فيه القرشد السلاب ايه كان ايه نوعه وحاجات كتير مهم بس خلنا ايه نتكلم دلوقتي عن الارض دي نفسها الارض دي ستين متر الارض دي طولها كده ده ستين متر والطول الجوه ده عشرة متر. طيب ستين متر دي. ستين متر دي ما نفعش تنفس في الواقع. انت عندك اقصى حاجة مسموح بيها في الارض تتعمل اقصى حاجة اربعين متر. طيب لو ستين هنعمل ايه? لا هنبتدي نعمل فاصل انشاء. طيب انت لو عايز تنفس الستين دي على طول كقطع واحدة او طالما دي طالما ستين دي اكبر من اربعين فانت ما ايه? لازم تاخد اعتبار الحرارة معك. ليه? لان انت للوقت هيحصل ايكسبانشن عالي يعني انت الطول كبير. ولما يتمدد نتيجة ان الحرارة تزيد هيبتدي تلاقي ايه? ان الموضوع يعني ممكن يحصل في شروخه ايه? وممكن تكسر. نتيجة ايه الكلام ده برضو? اختلاف درجة الحرارة. طيب هنوضح كده بقى. مثلا وليكن دي كاميرا مثلا او اي حاجة. الوش اللي انت اللي عندك ده. هنا ده الوش الخارجي. الوش الخارجي للكاميرا. فيه حرارة عاية جدا. الحرارة اللي برا. اللي برا البيت او اللي برا اللي ايه المنشأ. هتلاقي الدنيا حر جدا. حرارة عالية جدا. جوه فيه اي حاجة فيه على الاقل ان انت منع اصلا وصول ايه اشعة الشمس الجوة. يعني بتدخل جوه بايه بحاجة بسيطة جدا. او مش اغل بقى تكيف او اي حاجة. المهم اختلاف درجة الحرارة. برا فيه حر جامع جدا. وجوه في ايه? سقعة او ايه? او على الاقل ما فيش نفس الحرارة دي. فكده بقى فيه اختلاف درجة الحرارة. فطبعا ما كلما الحرارة بتزيد كلما بيحصل ايه? كلما الحرارة بتقل بيحصل ايه? فكده جزء. حصل السطح الخارجي للكامرا حصل لها والسطح الداخلي للكامرا حصل لها فكده ابتدا انت ايه تولد لك ايه? طب ما ده المومنت فعلا. كان بيحصل نتيجة ايه؟ جزء عليه و الجزء التاني عليه ايه تنشن. فهو هيولد لك مومنت اضافي انت مكنتش بصمم عليه. ده الكلام ده مش للكاميرا بس. ده الكلام ده لاي عنصر موجود في المنشأ. طيب دلوقتي احنا بنغفل الكلام ده كله لغاية ما توصل طول المنشأ لاربعين متر. اول ما يبقى اربعين متر لا. ده كده الموضوع المومنت هيكون متولد نتيجة اختلاف الحرارة ده هيكون كبير. فانت لازم تاخده في الاعتبار. فهتبتدي تعمل ايه? تعمل فاصل اية اية تعمل اية انكماش اللي هو بتبقى اية تعمل التمدد وانكماش اللي هو بتبقى تعمل المبنيين عن بعد فاصل تام وتحق يعني اية حدود اتنين سنتي وتحط فيهم اية تحط فيهم اية تحط فيهم آitchedねぇ بول سترين شيتز تمام? شيتز كده puisque موجودة زي فايبر بتبقى اية موجودة عشان خاطر اية تمدد والانكماش تمام طيب طب هلها هتفصل الاساس? لا. انت مجرب بتفصل يعني اية المنشأ بالكامل إنما تحت الأرض لا تحت الأرض الحرارة سابتة أصلا إن كده كده هنا تحت أرض وهنا تحت أرض فما فيش أي اختلاف درجات حرارة إنما إنت تفصل الأساس ده لو حصل إيه ده 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 قصة تانية يعني ده إيه ده ده عشان تتفصل أساس ده حاجة تانية إن إنت إيه تلاقي إن ممكن يحصل إيه هنا هبوط غير هنا طب وإختلاف في الهبوط ده هيحصل نتيجة إيه نتيجة إن اختلاف في التربة يعني هنا في تربة معينة وفي النحية التانية إيه في تربة تانية أو أي أي عامل يعني أدى إلي اختلاف في المستقف في الهبوط فأنت تتدي تحط إيه تخلي إيه تفصل في الأساس ماشي؟ تمام طيب دلوقتي إنت بقى واحد المعماري مثلا قالك ولو إنه أصلا يعني الحاجات الكبيرة دي بتكون مصانع أو اللي هو الأبعاد الكبيرة قوي دي 60 متر في 10 متر الكلام ده يعني إيه ممكن يكون مصنع فمش مهم ما هو مع المعماري بس على العموم حتى بقى لو جاء لك معماري ولا جاء إيه حاجة وقال لك لأ ده أنا عايزة كلها منشأ واحد مفيش أي فصل فيه تتدي ساعتها وإنت بتدخل على الساب عشان تطلع المومن اللي طالع على العناصر بتاعتك وإنت بتطلع دي لازم تكون مدخل معك حساب إيه التمبريتشر اللي إيه الاختلاف في درجة الحرارة تكون مدخلها معك يبقى واحد واربعة في ديد لود زائد واحد وستة في لايف لود زائد واحد وستة في إيه في الاختلاف في درجة الحرارة ده تمام طيب دلوقتي إيه كلمنا عن حتة حللنا الأول حتة الأطوال بتاعت إيه الأرض دي حللناها بالنسبة لإيه للطول الطويل تمام إيه ده إحنا اتكلمنا عن الطول الطويل قلنا الطول الطويل ده 60 متر فال60 متر ده مش هينفع لأ ده إحنا لازم نقسمه بحيث إيه ماينفعش حتة تعدي عن ال40 متر يعني أقصى ك40 يا ممكن تقول 40 و20 أو أي حاجة بس المهم إيه ما يبقاش فيه طول أكتر من 40 إيه إحنا وإنا قلنا 30 و30 مثلا هيكون أفضل كده إحنا حللنا إيه الجزء بتاع ال60 متر ده طيب بالنسبة للجزء التاني ده اللي هو عشرة متر اللي انت شايفه ده طيب دلوقتي يا إيه هنبدأي ندخل على الأنظمة اللي هو إيه أنت عندك فيه في حاجة اسمها فريم في حاجة اسمها جيردور في حاجة اسمها إيه أ negotiate جيردر في اه اللي هو اه في التراس في الفرنديل في الكلام ده كل. طيب دلوقتي احنا هنبتدي نشوف ايه بس الاول. اه هنبتدي مسلا نشوف احنا نشتغل كفريم او كجيردر. طبعا انت هتكون مكونة من ايه من عنصر افقي كده. اي ان كان ده ايه ده ده بيكون زي كاميرا كده لو هي متصلة بشكل ما بالعمود بتكون جيردر او فريم. هنشوف الكلام ده بالتفاصيل دلوقتي. بس على المهم هي دلوقتي لو فريم. او او حتى جيردر يعني بس او يعني فريم اوقع يعني فريم دلوقتي الفريم. العمود لازم يكون البعد الكبير بتاعه. البعد الكبير بتاع العمود. يكون ايه? في نفس الاتجاه اللي فيه المومنت. يعني المومنت عندك دلوقتي ايه لان. فلازم يكون الاتجاه الكبير بتاع العمود كده. عشان خطر يشيل يقاوم المومنت دي. يبقى كده ايه? المومنت بيقاومها دبس كبير. انما لو مثلا البي هي اللي هنا. فكده اللي يقاوم المومنت دي ايه? هو جزء بسيط جدا. فالكلام ده طبعا غير منطقي خالص. فانت كده ايه? يعني بواسط الدنيا. فانت لازم ايه تخلي? الجزء الكبير. الجزء الكبير ده هو اللي بيشيل الايه المومنت. فاتخلي ضرب العمود الكبير في اتجاه الكامير. ماشي. طيب ايه دلوقتي اتكلمنا عن هنحط ازاي العمود? هنحط ضرب العمود في ايه اتجاه. هندخل بقى ايه عن الانظمة ايه المختلفة. دلوقتي انت بتحط المين سيستم بالمنظر اللي قدامك ده. طبعا في الاتجاه القصير. يعني لازمان بتاعه يكون الاتجاه القصير. ده طبعا المنطقي. ده كمان اللي خدته في الستيل قبل كده. بيكون لازمان بتاعه هو اللي ايه الاتجاه القصير. ففي يعني في حالتنا في الارض بتاعتنا اللي موجودة دلاتي دي. لازمان هو العشرة متر. والستين متر ده اللي هو ايه التكرار بتاع المين سيستم ده اللي انت هتحط. مين سيستم اللي هو باللون الاسود اللي انت شايفه. والسكندري بيمز اللي هي باللون الازرق. طيب. المين سيستم ده بيكون المسافة ما بين المين سيستم واللي بعده ايا كان ده فريم ده جيردر ده ايا كان. فيكون المسافة دي من اربعة لتمانية متر. ما تزيدش عن كده. ولا تقل عن الاربعة. طبعا الكلام ده بيكون عشان تكلفة اقتصادية مش اكتر. يعني لو قل عن الاربعة هتبقى بترمي فلوسة الارض. لو زيد عن التمانية بيبقى دفلكشن عالي. كده يعني هو الكلام بيبقى جاي من الكلام ده. طيب ايه فايدة الساكندري بيمز? بتقسم لك الاسلاب اللي موجود فوق المين سيستم ده. لازم طبعا تتقسم عشان خاطر ايه اللود ينتقل للساكندري بيم ومن الساكندري بيم للايه? للمين سيستم بعدها الكولومزو كده. ماشي. اه ده البلان زي ما انتا شايف البلان بتاعت الارض مسلا. دلوقتي في اه الاعمالة بتتحط في الضرب اللي احنا اتفقنا عليه في نفس ضرب الكاميرا. عشان خاطر تقاوم المومنت وبرضو تقاوم ايه الرياح لو جاية رياح في اتجاه اكس. اه لو جاية اقصد رياح في اتجاه واي. زي كده مثلا في رياح كده. فليقاومها طبعا كل العمده الموجودة. بس ايه طالما السوم كده اكبر فهو اللي يقاومها الانيرشيا الاكبر. فكده كل العمدان اللي فوق دي هتقاوم. واللي تحت دي كمان هتقاوم لو ايه? لو الرياح جاية من الاتجاه المعكس. طيب. ويتبقى بقى ايه اللي هو لو الرياح جاية في اتجاه اكس. لو في ايه الرياح جاية كده. فمين لها يقاومها? لو محطين ايه الاعمده بالمنظر اللي انت شايفه ده. اعمده بالضرب بتاعها في اتجاه اكس. عشان خاطر تقاوم الرياح اللي جاي في اتجاه اكس. طيب. دلوقتي انت اصلا بتسمى اند جيبل. ودي ما تكون موجودة فيه في النهاية وبداية المنشأ. طب لو المعماري قالك لا انا مش عايز المنظر ده من الاعمده ولا الكلام ده. ممكن تعمل العمده اللي في الكورنرز دي على شكل ال. يعني العمود ده يبقى على شكل ال. يعني ايه يقاوم في واي ويقاوم كعم في اكس. يعني يزيد كده قطعه. يبقى ايه بالشكل ده. يبقى شبه ايه. شكل حرف ال كده. فيقاوم ايه الرياح في اتجاهين. تمام? طيب. والمسافات دي بتكون ثابتة في اي نوع سيستم. في اي سيستم يعني في اي نظام ازا كان جيردر او فريم او كده. ماشي. دلوقتي الجيردر والفريم اهو مبدئيا دي المومنت اللي بيكون عليهم. مومنت على الجيردر. الجيردر بتعمل كأنها ايه بيم بالزبط. يعني هي بيم اصلا بس ايه بيكون الدبس بتاعها اكبر. كبير يعني نتيجة ايه المسافة كبيرة ايه. طيب ايه بيكون على المومنت عامل ازاي لو ده بليل سكير على التمانية و ايه ده بليل سكير على 24 كل اتجاه. والفريم بتحله عادي ستركشور. فايه فالجوينت اللي هي اللي فوق. الجوينت دي بتكون شايلة ايه? بتكون شايلة مومنت في الناجاتف مومنت وبوسطف مومنت بنفس القيمة قيمة كبيرة يعني مش ايه مش ده بليل سكير على طبع. تمام. اه جيردر بيشيل بيكون المسافة اللي سبان بتاعه بيوصل ل 12 متر. الفريم بيوصل لكامل 25 متر. وده طبعا ايه المتوقع? ليه? دلوقتي. الجيردر عليها مومنت كبير. ده بليل سكير على التمانية. بوسطف مومنت كبير. هو هنا ما فيش ان انا رسم كير. الموم يعني عليها مومنت كبير جدا. فالمومنت اللي هو قيمة دابليل سكوير على التمانية. فانت مجرد ما كبرت لو كبرت كمان اللسبان زيادة يعني متر. بالقيمة المومنت بتزيد زيادة كبيرة جدا. فبتحتاج تسلح اكتر بكتير. طب ليه? انه دابليل سكوير على التمانية. يعني الطول هيتربع. يعني مثلا لو 12 بور 2. الرقم اصغر كتير من 13 بور 2. فانت يعني 13 بور 2 ده يديك ايه قيمة عالية جدا. تمام? فانت مقارنة بالفريم. الفريم بوسط هتلاقي ايه? المومنت بسحوب لفوق. فحطة انه بقى فيه نيجاتف مومنت كبيرة كده. فايه? فبتقللك في البوسطف مومنت. ايه نسبة وتناسب. شديت فوق كده فايه? فزوت. فقللت المسافة اللي تحت. فانت ايه? فانت كده كده اصلا بتوحاطة حديد نيجاتف. فحتى لو هو ايه مفيش اي مومنت في النيجاتف. فانت يعني كده استغلية الحديد النيجاتف والبوسطف فايه? فالتسليح معك هيبقى ايه? اقتصادي اكتر. في الحالة دي مجرد ما زادت عن ايه? عن 12 متر. فمجرد ما زادت عن 12 متر تستخدم ايه الفريم لغاية ما تنصل 25 متر. طيب. هتقول لي طب ليه ما استخدمتش الفريم الاول اصلا? لا هيبقى تكلفته اعلى. لان تفاصيلة الحديد في الجزء ده بيكون ايه? ليه تفصيلة معينة بيزيد بتمد الرجل تحت مع ايه? مع حديد العمود. فانت ايه يعني امشي اقل من 12 متر. اي ايا كان البعد لغاية 12 بيبقى جردر. زادت عن 12 متر 25 متر تستخدم في الفريم. طيب هنا كولوم بيبتدي يتعمل له دزاين على ايه? على كومبريشن فورس انلي. في ايه? في حالة الفريم لا. بيدخل معك مومنت. المومنت ده اللي هو ناتج عن ايه? حل استركشور عادي خالص. تحل الفريم بتاعك. هتلاقي يطلع لك ايه? كومبت مومنت على الكولوم. فتحله كمومنت و ايه? و كومبريشن. طيب. دلوقتي الدكتور برضو كان اقال حاجة في المحاضرة. ملحوظة يعني كويسة يعني. المفروض انت دلوقتي عندك في الفريم دلوقتي في قطاعين. القطاع ده على مومنت. والقطاع ده على مومنت. القطاع ده على مومنت. القطاعين دول مثلا ده نسميه واحد و ده نسميه اتنين. خلي كده ده اتنين ماشي. هو معلش مش واضح قوي لا حوارده بس ايه? حاول ايه نظبط الدني. اتنين دي عليها مومنت نفس ايه? القطاع واحد. سكشن واحد او هو نفس المومنت بتاع سكشن اتنين. طيب. المفروض قيمة التسليح بتاعت سكشن واحد يكون زي سكشن اتنين. ولا اتنين اكتر من سكشن واحد. ولا الاتنين زي بعض. ولا واحد اقل. ولا اتنين اقل. ولا ايه الحكاية. طيب. دلوقتي راح اقيل لك الحكاية ان سكشن واحد ده ما اطوع في العمود. عليه مومنت. وعليه كومبريشن. تمام? انما سكشن اتنين ده؟ معطوع في في اللي هو في الجزء اللي هو زي كامرا من الفريم. ده عليه مومنت بس. مش عليه ايه كومبريشن. فاللي عليه كومبريشن ومومنت هو يبقى عليه تسليح اقل. ولا اكتر من اللي عليه هو منس. طبعا ايه ااااا يعني اتفاجئنا ان اللي عليه بيكون متسليحه اقل من اللي اياي عليه مومنت هو بس. والكلام ده موجود في الاتشارت بتاع ال سي والجي كيرف هتلاقي ان هو فيه تيرم كده بقول لك ناقص الكمبريشن يعني انت بطلع الاريا ستيل بيقول لك الاريا ستيل بتساوي الامي وعال افيلد في الجي في الدي والكلام ده كله اا ناقص اا تيرم كده ناقص حاجات الكمبريشن فانت لما بيقى فيكو كمبريشن عالقطاع اذا انت بتقلل التسليع فايه فناخد بالنا من ملحوظة ديه ماشي اا برضو الحكاية اصلا ليه سحبت المومنت ليه الجزء بتاع اللي هو الجوينت دي اللي انا معلم عليها بالاحمر دي ليه سحبت المومنت لانها ريجد وفي حالة الجيردر هي مش ريجد خاص طيب ايه البقى اللي بيخلينا نقول دي ريجد ولا مش ريجد دلوقتي فيه حاكتين يوم اللي بيخلونا نحكم عليها ان هي ريجد ولا مش ريجد اللي هين بتبقى ريجد لما يكون تفصلة الحديد زي ما انت شايف الحديد بتاع الكاميرا بيمتد الجوه العمود بيكمل ليه بيكمل لان فيه مومنت مصمم على ان فيه مومنت هنا فمنفعش توقف الحديد في حتة فيه مومنت لازم بيكمل معاك فبالنوه هيكمل بالمنظر دا اه تقول دي ريجد جوين تمام كي انت عملت اعتبر ليه ان هي ريجد انما لو مش مكمل بالمنظر انت شايف فداتك بتتعبر علينا يا هنج يعني العمود بيعبر كانه هنج كيا بصبت صبه مش بقى هنج يعني هو بيعبرش اللي فكسد بس انت بتاع بيتعبر عنه هنج طيب الانيرش برضو بتات الميمبرز لو متقربة يعني مش ايكوال بالزبط يعني لوها متقربة فخلاص بتبقى ايه ريجد يعني مش في يعني ايه الاتنين مسكين بعض انما واحدة اكبر بكتير من التانية لا دي ما بتعتبرش ايه كده هو يعتبر الجزء ده مش ريجد طيب من برضو من من الحاجات اللي كانت دكتور تكلم عنها ان في ان ايه ان الاساس ده مسلا الاساس بتاع الفريم ودي العمود بيكون فيه كده في الايه في الاساس يعني الجزء ده متطرف طب ليه حتى لو ما كانش فيه مومنت وحتى لو ما كان الجزء ده مش بيكون برضو مضطرف طب ليه لان كده كده بيكون في اا يعني مركبة في اتجاه اكس يعني بيكون نتيجة ان الكاميرا اللي موجودة فوق دي مش بيكون في انا كاميرا وفي عمود وكده وفي لودز فبيكون في ايه نتيجة في اكشن على الاساس في الاتجاه ده فعشان خطر الاساس يقوموا فبتبتدي ايه تزود القطاع بتاعك اا مش تزود انا يا اسم لو ايه تعمل ايه اا تزود اا تزود لبرا يبقى كده ايه العمود مش في النص بالظبط يبقى في اكس انتريستي عشان يقاوم ايه المركبة اتجاه اكس طيب دلوقتي ايه ندخل بقى على القرشة جيردر احنا اتكلمنا عن عن الجيردر والاسباء والاسبان بتاعها والايه والااا والفريم والاسبان بتاعه ان هو بيوصل لغاية 25 متر ودي 12 متر وكده دلوقتي في حاجة اسمها ايه الارشة جيردر وده بيوصل لمسافة 40 متر طب ليه بيوصل لمسافة 40 متر لانه هو الارشة جيردر ده بيعتمد على ان هو يبقى كل الفورسة اللي عليه كومبريشن مش عليه اي مومنت طب ليه مش عليه اي مومنت اللي ان هو مقلوب شكل المومنت يعني هو الديفليكشن عايز يحصل له في الاتجاه المقابل اللي هو الشكل اللي هو مرسوم بيه فصعب جدا انه يحصل له اي فمش بقى ليه اي مومنت فايه فبيكون عليه كومبريشن بس وكده كده احنا عارفين ان الخرصانة بتشيل الضغط فنقدر نعمل اسبان كبير بايه بسمك صغير يعني ممكن سمك زي اربعين متر يكون اه قصد اسبان زي اربعين متر السمك بتاعه بقى صغير خالص يعني ممكن اتناشر سنتي خرصانة او او يعني ما يزدش ما يزدش خالص عن ايه عن عشرين سنتي مسلا في ايه فبيكون كبير جدا زي اربعين ايه اربعين متر دلوقتي بس نتيجة اللي هو القرش والمنظر اللي هو القرش الجيردر بالمنظر اللي هي فيه ده زي ما انت شايف ده اا الفرس يعني الفرس تمشي في الاتجاه ده في اتجاه القرش بقى تنزل بزاوية كده فهي بتبقى عايزة تعمل ايه ترفص الاعمدة تميلهم يمين يعني الفرس نزلة بزاوية كده يمين وشمال اقصد يعني يعني لو انت مسك العمود اللي على يمين ده فهو عايزة تميله على يمين اكتر لان القرش نزل بزاوية كده الفرس بتاته نزل بزاوية فهتتحلل في الاتجاهين في اتجاه اكس وفي اتجاه واي فكده دلوقتي اللي في اتجاه اكس دي عايزة تخلي العمود ينطر لبرا فانت محتاج بقى تمسكه هتمسكه بالطايل الموجودة دي موجودة عشان خاطر بس تشيل التحليل القوة دي في اتجاه اكس طيب الطايل دي مش ممكن مش هيحصل الله دفليكشن في نتيجة بتاعها طبعا هيحصل الله دفليكشن نتيجة الانوية بتاعها خاصة ان هي الاسبام بتاعها كبير كده كنها 40 متر فدابليو اي ان كانت دابليو ده ال سكوير عالتمانية ده لو حتى لو الدابليو ده يعني حاجة صغيرة خالص بس ضربت فيه ال سكوير اللي هي اربعين سكوير عالتمانية فهيدي دفليكشن عالي فانت محتاج ايه تربطها بهانجرز الهانجرز دي بتمسك بس الطايل دي وتخليها ايه ما يحصلهاش اي دفليكشن او يعني تقلل الديفليكشن بتاع بس هادين ايه انا كاتب لك ايه العناصر السابقة دي والايه ووظيفة كل حاجة منهم طب دلوقتي انت تكلمت عن الجيردر تكلمت عن الجيردر نفسها ما تكلمتش عن الايه السقف بقى اللي فوقيها اللي متغطي من فوق الارشد جيردر ده هل هو بيكون ارشد سلاب ممكن لا ممكن يكون ايه سقف واخد نفس الشكل ده وممكن وده الحالة الاعام ان هو بيكون سقف عادي خالص زي ما انت شايف في الصورة سقف افق عادي خالص بيكون فوق ده كله طب ايه ليه فوق يعني هو في العادي بيكون تحت بيكون بتشال على الطاي والطاي بتنقل الحمل عن طريق الهانجرز ده اللي ايه للارشد بيم او الارشد جيردر فايه فبتتعامل بالاسلوب ده فده بيكون التحميل بتاعها ده العادي بتاعك عشان خاطر ما تبقى تشايف الهانجرز وتبقى تشايف الحاجات اللي جوا دي منظر مش كويس اصلا انما لو مسلا محتاج مسافة كبيرة او ارتفاع كبير للمصنع بتاعك او الحاجات زي كده فانت ايه بتحط السقف فوق خالص فوق القرش طب ما هو القرش مش كله على مستوى واحد فبتحتاج تعمل ايه عمود شامعة ده او اللي هو اسمه ايه بوست اللي هو ده اللي بيشار عليهم دول بتحط بوست بايه بارتفاعات مختلفة بحيس ايه يكون المنسوب واحد تعمل عليه السقف الموجود ده ماشي كده اتكلمنا كمان على القرش كيردر نتكلم بقى عن التراس التراس بقى التراس ده بتغطي مسافة لغاية خمسين متر التراس بتغطي مسافة خمسين متر كل الحكاية بس في في التراس ان التراس ده بيعمل كأنه هي هي بيم هي اصلا زي بيم بس دبس تاعة كبير بقى يعني الدبس ده بيكون كبير ماشي فانت ايه بتبتدي تقول ان انت تصب دي كلها خرصانة كل المساحة دي خرصانة فطبعا ايه انت ما عملتش اي حاجة ده انت بالعكس انت زودت الوزن زودت فانت بتبتدي تشوف الاجزاء اللي انت مش محتاجها وتتشال يعني ايه نفس ايه اسلوب الهولو بلوك الهولو بلوك كنت بتقول ان انت عندك جزء من الخرصانة بيشيل الضغط فهو ده اللي انت بتقول محتاجه هو جزء اللي هو الخمسة سنتي ده اللي فوق ده انما بقيت بقيت السقف بتاعك لا انت مش محتاج الخرصانة دي كلها انت مش محتاج الحديد بس فانت كنت بتشيل كل اللي انت مش محتاجه عشان خدر تخفف وزن المنشأ بحيث ما يدكش ديفليكشن عادي فانت ده نفس نفس الايه نفس الكنس بتاع الهولو بلوك هو ده المعمول في الايه في التراس ان انت تبتدي تشغل عندك التراس بتاعك في الجزء اللي تحت ده الممبرز التحت دي بيكون عليه تنشن واللي فوق بيكون عليهم كومبريشن والدهجونالز دي طبعا لو تحطت بالمنظر ده بتكون شائلة تنشن لو تحطت منظر تاني بتكون ايه شائلة كومبريشن منظر ده اللي هو زي اللي هو بتكون لو انت رسمت رسمة المومنت بتكون دي مماس للمومنت يعني المومنت ULSq had 8 مسلا مسلا يعني في ترضه بيكون شكل برابولا كده فانت ده كده مماسל الايه للبارابول går ده مماس للبارابولا ده مامس للبارابولا ده مماسل النحة اتاني للبارابولا كده فايه فدول بيكونوا شائلين تنشن فانت بتحطوه مشائلين تنشن فايه فبي اا فبيقاوم معاك ااا الحمل بس هو مشكلته مشكلة ومشكلة واحدة ان هو لازم الحملة يكون نازل على الجوينت لان fleeing her مش بتشيل اي لمومنت او المومنت اللي بتشيله بيشيل مومنت بسطة جدا نتيجة ايه الانوان بتاعه انما هو مش بيشيل اي مومنت فانت بتحاول تخلي الوزن اللي نازل بتاعك يكون نازل على اي swamp طب لو هو لو مش نازل على الجوينت دي لو انت عندك سقف علايص fishes ل organismal条 لبfolk عايصت تحمله على HOASHLUSLAB علايص التراصده انت تقدر ترفع السقف وتعط مخداتي يبقى اي فيه مخدات كده او يعني عمود صغير او حاجة بسيطة كده صغيرة خالص مجرد ايه رفع السقف خمسة سنتي عن الترس بحيس ينزل الحملة حملة مركز على ايه عالجوينز دي فايه فيبقى اه مش شيل مومنت غير مومنت بسيط جدا نتيجة وزنه وبردو عشان خطر بيكون الجوينت دي كبيرة شوية بيتولد على مومنت فمنضيف احنا قيمة مومنت صغيرة جدا على التراث ومتصمم عليها. تمام? طيب. دلوقتي في حاجة تانية اسمها الفرانديل. الفرانديل ده بقى بيرضو بيشيل خمسين متر. الاسبان بتاعه بيكون خمسين متر. بس ده في ميزة مهمة جدا عن ايه? عن التراث ان انت تحط فيه تحط العمود في اي مكان لان هو كيكا بيشيل ايه مومنت. اعزو من الانحناء دي اللي هي المومنت. فهي بتشيل مومنت. فانت تبتدي تقدر تحط العمود بتاعك في اي مكان. وتقدر تشيل مبنى بالكامل. يعني انت لو حابب تحط تخلي الدور الاول ده قاعة كبيرة كده فاضية ما فيهاش اي عمدان في النص بتعمل فرانديل. وفقية هتبتدي تبشي عمرتك عادي خالص وتحط عمدان في اي مكان. وتعتبر كأنها لبشة. يعني كأنها اساسات. وبيكون ارتفاع وارتفاع ضخم جدا يعني بيوصل لتلاتة متر. اتنين متر تلاتة متر ارتفاع كبير كأنه دور. بقى كون في الفراغات اللي انت شايفها دي وبيكون ايه. بيشيل ممكن يشيل المبنى بالكامل فوقيه. ومش بيقول لك حط العمود في حتة معينة. لا تحط العمود مطرح ما انت تحب. مطرح ما هيكون الدزاين طريق لك حط العمود مش هيقول لك لا. يعني مش هيقول لك لا انت مش حصول على جوينت. فانت ده ممكن يتعمل على اي حاجة. ممكن يتعمل على فريم. ممكن يتعمل على جيردر. ممكن يتعمل على ايه. على تراس. ممكن يتعمل على اي حاجة. ده بيكون شكل الالسق في تعمله بلاطات ميلة. طب ايه الغرض من انت تعمل بلاطات ميلة كم من منظر ده. دلوقتي انت مثلا عندك مصانع. المصانع بتستهلك كهربا عالية جدا. او حتى كمان يعني هما بيستهلكوا كهربا عالية في المكانات بتاعتهم والايه والاضاءة وكلام ده. غير كده هما بيتحاسبه غير حساب المنازل العادية او اي حاجة مجرد من هي حاجة تجارية او حاجة بتطلع ربح فبيرفع عليه سعر الكهرباء فهو محتاج يستخدم اقل تكلفة عشان خطر يكسب فهو هيقلل التكلفة في ايه يقلل تكلفة مثلا في الايه في الكهرباء ويستخدم الاضاءة لايه نور الشمس طيب فهتبتدي تستخدم نور الشمس ازاي هتبتدي تعمل السقف بتاعك بلاطات ميلة زي ما انت شايف المكان المرتفع ده ده فريم مثلا وليكن ده فريم والمكان المرتفع من البلاطة ده بيكون حاطة بوست على الفريم بوست كده بتبتدي تحط بوست عشان خاطر ايه يبتدي تحط عليها بيم كده وتقوم حاطة البلاطة بتاعتك والناحية التانية بتتحمل على ايه على الفريم على طول طيب دلوقتي المسافة بتاعت السنة الواحدة سنة المنشار دي من اربعة لتمانية متر عشان طبعا دي بلاطة بيكون عليها حمل فم يزيتش يعني هوا لغاية ستة متر بتكون سولد سلاب بعد ما عدد ستة متر ما ينفعش كمان تكون سولد سلاب انت بتبتدي تلجأ للهولو بلوك فانت الموضوع هيبقى عندك صعب ان انت تزيد عن تمانية متر يعني من اربعة لستة متر من اربعة انا قاسف من اربعة لتمانية متر ده ايه ده سنة الواحدة طيب بس فده بيكون ايه الشكل بتاعه وده بس بالغرض ان انت تدخل تهوية وتدخل نور اضاءة للمصنع بتاعك طيب اه برضو لازم يكون عندك لو بديك الانتجاهات بديك اتجاه النورس ده فلازم يكون خارج من شباك النورس لازم النورس يكون خارج من شباك طب ليه كلام ده عشان خاطر الاضاءة اللي جوه المصنع تكون هو محتاج اضاءة اه نور بس مش محتاج اشعة الشمس مش محتاج حرارة جوه في مثلا حاجات بتتصنع مجرد ما الحرارة دخلت بتايه بتبوز حاجات في الالكترونيكس مسلا ولا اي حاجة زي كده ممكن بتكون بتبوز فانت بتبقى محتاج ان انت بس تدخل نور الشمس بس مش محتاج حرارة الشمس ولا اشاوة الشمس فبتبتدي تخلي النورس طالع كده من الشباك يعني الشباك اهو وايش الشباك اهو طالع منه النورس كده ايه تحط شبابيكك وتايه وتحط السيستم بتاعك وتشتغل طيب دلوقتي فيه حاجة تانية اسمها الارشد سلاب ودي اخر حاجة معنا النهارة الارشد سلاب ده برضو بيشتغل نفس زي شباك الارشد بيم كده بيبتدي يمشي فيه كومبريشن هو شكل مقلوب المومنت فايه من بيكونش عليه اي مومنت بيكون عليه كومبريشن بس وبيقدر ايه الاسبانز كبيرة هو بس كل الحكاية بيكون فيه كاميرا في الاتجاه ده وكاميرا تحت يعني كاميرا تشيلر اكشن بتاع واي وكاميرا تشيلر اكشن بتاع اكس وتحتها بقى ايه السيستم بتاعنا العادي ازا كان فريم ازا كان اي حاجة وطبعا بيكون فيه برضو اه طاي بيكون فيه طاي لو ايه لو 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 اللود اللي فوق ده زاد لو 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 لزود لو مجرد ما بيزيد متعمل طاي عشان خاطر بيكون فيه اه اللي هي مراء فورس في مراكب في انتجاه اكس عالية فااتي؟ محتاج تعمل طاي عشان خاطر ت van的 اللي فورس اللي في مراكبة اكس دي فالفورس بتقول ماشية في تياه الارش بتعمل بس على العمود وبتعمل فورس في اتجاه اكس فبشي لها الكاميرا الموجودة دي طيب دلوقتي انت لو قلت لو عملنا الطاي زي ما اتفقنا بقى في طاي هنا فالطاي دي هيكون عليها ديفليكشن برضو عالي زي ما اتفقنا بس مش هتريسم كويس دلوقتي انت عندك الطاي راسم الطاي الطاي دي هيكون عليها ديفليكشن برضو عالي خصوصا للمسافات بيكون كبيرة فانت هتحتاج برضو هانجرز طيب هيقابلك بس مشكلة بسيطة في الهانجرز الهانجرز دي بيبقى عبارة عن اعمدة يعني اعمدة صغيرة كده بتكون فيها التسليح بيمتد الجوه عايز تعدي الحديد يمتد جوه الاسلاب ويمتد جوه الطاي طيب هتدخل الحديد جوه الاسلاب ازاي وهو الاسلاب اصلا سمكه اتناشر سنتي ويعني في حدوث اتناشر سنتي وبيكون مليان حديد فيه شبكتين حديد بيكون صعب جدا فانت بتعمل حاجة اسمها ستيفنرز دي حاجة زي كاميرا كده فوق السقف هي مش كاميرا هي مش بتشيل حبلها بس مجرد سمك عشان خاطر يدخل في الحديد وبرضو بتحتاج ان انت تخلي بتاعتك بيكونوا اه متقربين تخلي المسافات بينهم اتنين لتلاتة متر يعني تكون مسافة متقربين خالص ليه لان انت اصلا عامل المنظر ده ان هو يكون ارشد كده من منظر ده ده عشان خاطر تشيل يبقى شكل مقلوب طب لو المومنت اصلا بقى فيه ما هو الهنجر ده بيتعلق في مين بيتعلق على الارش فهو بينقل الحبل بتاعه للارش فكده هيبتدي لو هو هبتدي يغير اصلا في شكل المومنت فانت محتاجه اقرب حاجة لانه يكون لود طب هو ايه اقرب حاجة لانه يكون متقارب ياكون � Show متقربة فبتكون ايه اقرب حاجة لانه تكون ديستربويتد لود فتطلع المومنت في منظر ده فهو يكون شكل مقلوب المومنت فايه ما يحصلش اي مومنت عليه مفهوم الكلام ياربي يكون مفهوم دلوقتي في حاجه اخيره هو يعني المفروض هو ما يتسميش ارشد وفيه برضو اسم تاني ليه اللي هو بارابوليك وهو البرابوليك ده ده الاسم الاصح ليه لانه هو اصلا شكل المومنت بيكون بارابولا مش بيكون ارش ارش دي يعني معناها حتى من دايرة يعني الدايرة بتاخد نصها مثلا وده كده يكون ارش انما هو المومنت بيكون شكل بارابولا مش ارش بارابولا ازاي اللي هو بيكون معادلة فيها اكس بارتو فيها يعني واي بتساوي بسا كونستانت في اكس بارتو بلاس كونستانت في اكس بلاس كونستانت ده بتكون دي معادلة البرابولا انما مش بتكون ارش فايه فالاسم الاصح كماليه بيكون ايه بارابوليك سلاب تمام اا كان في حاجة بس اخيرة برضو كانت قالت في المحاضرة كنت حقيق برضو ايه اقولها ما بقاش ايه نزيت حاجة زي ان اا بيكون في الانترميدت هنج ايه فايدة الانترميدت هنج الانترميدت هنج بتتحط اا بتكون موجودة يعني في الفريم ايه طبعا النقطة اللي بيكون فيها المومنت بزيره وكلام ده كنولينا عارفينه بس تبليها بتتحطة اصلا علشان خاطر لو مثلا هيبتدي يحصل في اا ستلمنت في اي قاعدة من الاواعد ما هيبتديش المنشأ بتاعك يشرخ يبقى جزء اا حبط والتاني لا فمجرد ما حصل كده هيبتدي ايه يحصل لك تشريخ في ايه في الكبارات بتاعتك وايه يبتدي ايه ينهار المنشأ او يبتدي ان هو يحصل ايه زي بلاستيك جوينت ومن بعدها ايه ينهار المنشأ او يحصل شروخ فطبعا انت مش عايز ان ده يحصل فبتبتدي تعمل ايه تعمل الانترميدت هنج ده فدي اكبر وظيفة ديها يعني ان هو ايه اا عشان ما حصلش اي اا ديفرينشل ستننت ومن نتيجة ده يحصل مومنت ويحصل ايه شروخ في ايه في العناصر بتاع تك. بس اه اوه كده يعني تمام كان بس برضو باش مهانس كانت كلم عن ايه عن الكوبري يتعامل كنتينوز ولا يتعامل سيمبل بلطات سيمبل طبعا كان اتفاق يعني الكلام اللي تقال ان هو يتعامل بلطات سيمبل عشان خاطر برضو ايه حتة الهبوط دي لو 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 قعدة هبطت ما تأسطرش على كله فييه فيبتدي يتعمل بلطات سيمبل وكمان ايه حتة التمدد اه التمدد الانكباش ولا ايه والحرارة خصوصا مثلا لو كوبري كوبري بيزببت ممكن تعدي على ايه على مجرى مائي نهر مثلا ولا حاجة ولا فنهر مجرد ما فيه نهر تحتيه بيخلي الجو اه يعني على درجة حرارة مخفضة خالص وفوقي بيكون مثلا سطوع الشمس عالي جدا فيبتدي يحصل برضو تغير في درجات الحرارة فانت محتاج هيحصل تمدد وانكباش في الكلام ده فانت محتاج تحط ايه فواصل تمدد وانكباش فانت محتاج تعملها بلطات منفصلة يعني الكوبري يتعمل بلطات منفصلة رغم ان تكلفتها تكون اعلى لان بلطات منفصلة معناها ان المومنت بتاعك مش كونتينواس ما فيش مومنت مسحوب فوق الساب بورد المومنت كله معظمه بيكون بوستف يعني فبتدي تحط تسليح اعلى تمام وكده تمام انا غالبا يعني غطيت كل النقاط اللي الدكتور والبشمونس سألوها في السكشن والمحاضرة واتمنى ان تكون فدناكم بالتوتوريال ده وان شاء الله خيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم